اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا وقد اقام حضرة صاحب الجلالة مأدوبة عشاء تكريما لضيف البلاد والوفد المرافق بعد ذلك قام حضرة صاحب الجلالة واخوه فخامة الرئيس المصري بجولة في متحف البحرين الوطني حيث اطلعا على معرض وصور طريق اللؤلؤ واستمعا إلى شرح من معالي شيخ مين بنت محمد آل خليفة حول مشروع طريق اللؤلؤ المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والذي يعد مشروعا فريدا من نوعه ويأتي في مقدمة الجهود القائمة لإعادة تأهيل البلدة القديمة في محافظة المحرق كما يقدم معرض طريق اللؤلؤ الذي يُعرض في متحف البحرين الوطني الرؤية المعمارية للموقع من خلال مجموعتنا من النماذج والصور والدراسات لعناصر المشروع المختلفة بما في ذلك العناصر ذات العلاقة بحفظ الموقع وصولا إلى العناصر المعمارية الجديدة وأكدت معالي شيخ مي بنت محمد الخليفة أن هيئة البحرين لثقافة والأثار تسعى دوما لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في توثيق الإرث الثقافي والحضاري العريق لمملكة البحرين وتعريف المواطنين والمقيمين وزوار به والحفاظ عليه لكي تستلهم منه الأجيال القادمة ما يربطها بتاريخها وحضارتها وقد سجل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية كلمة في سجل زيارات هذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم لقد سعدت اليوم بزيارة متحف البحرين الوطني الذي يعد من أقدم المتاحف في منطقة الخليج العربي ومنذ افتتاحه عام ثمانية وثمانين وهو يحفظ تاريخ البحرين ويؤدي دوره كمؤسسة تنشر الثقافة باستضافة معارض ثقافية وفنية من مختلف دول العالم إن هذا المتحف الذي يمثل تتويجا للجهود التي تبذلها مملكة البحرين للحفاظ على تراث وتاريخ حضارة المملكة يعد منارة ثقافية وتحفة تمتاز بتصميم معماري فريد من نوعه وإنني أجدد سعادتي بهذه الزيارة اليوم فإنني أتقدم لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بخالص الاحترام والتقدير والأمنيات الطيبة بالرفعة والرقي تحت القيادة الحكيمة لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ذلك حضر جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس المصري أمسية فنية أقيمت بمناسبة زيارة فخامته لمملكة البحرين وذلك على مسرح البحرين الوطنية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظكم الله ورعاكم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أصحاب السمو والمعالي والسعادة ضيوفنا الكرام أن نحتفي اليوم بنسج جميل وملهم تجيء فيه بلاد النيل إلى مرفأ الكون حيث نحتفي بالمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية وأن يكون مسرح البحرين الوطني الاستثمار الثقافي الأضخم في الثقافة هو الشاهد على سيرة محبة وسلام عربية يؤكد لنا أن هويتنا العربية العريقة تتجذر بفعل الأمل اللقاء والرهان على الجمال والثقافة باعتبارهما ملمح موطننا العربي أن نستذكر تاريخا بعيدا يرصف مسافة ما بين موطنينا الذين بمقدار المحبة ذاتها إليهما ننتمي بالمواقف الإنسانية العريقة بتكاثر العطاء فيهما بأحلامنا المشتركة ورهاننا على الحضارات التي تتجذر في أرضينا هو ما يصنع من جغرافيتنا قربا حقيقيا نفسره اليوم منجزات وسيرة أوطان بلقة الشعر حملت دلم رمزية نخلها ولؤلؤها ذاكرة بلاد حيث قدم النادي الأدبي للمحرق مجسما لنخلة تحمل اللؤلؤ البحريني إلى الشاعر كبير أحمد شوقي في حفل تتويجه أميرا الشعراء واليوم مسرح البحرين الوطني يقني للأمل الذي عشناه للمحبة التي بها نلتقي وللمنجزات التي تسعى إليها أوطاننا فأهلا وسهلا بكم في مساء تمنح فيه البحرين لقاءنا شعرا وموسيقى وفرحا وتعيده لنا ذاكرة القناء المصري البديع محبة وقناء وجمالا حيث نسعد اليوم أن تكون بلاد الثقافة والجمال والتنوير تتقاسم معنا بعاصمة الثقافة الإسلامية لهذا العام هذه الذاكرة التي تؤمن أن الثقافة هي فعل مقاومة وهي ما رسخت حضاراتنا المتأصلة وهي سبيلنا لصناعة السلام والإنجاز في وطننا الكبير من المكان الذي أهداه جلالة ملك مملكة البحرين نجدد الشكر لكم صاحب الجلالة على هذه الهدية القيمة للثقافة حفظوه الله ورعاه وكان منجزا للبلاد في المنامة عاصمة الثقافة العربية 2012 نرحب بكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونشرف بحضوركم هذا المساء أدام الله علينا نعمة التواصل والأخاء وطاب مساءكم بالفرح والجمال والمحبة والهنى ألف شكر لجميل استماعكم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظكم الله ورعاكم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أصحاب السمو والمعالي ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ احتفالنا بالكلمة وبالتحديد مع شعر للدكتور عبدالله منصور آل رضي يلقيه الأستاذ فواز أحمد الشروقي سلي التاريخ فالتاريخ أدرا ومذ بدأ الزمان وكان فجرا وفتش في تراث الأرض بحثا عن الأمجاد فالأمجاد تترى ترى أرض الكنانة منذ كانت تفوق جميع من في الأرض قدرا سلام أنت يا بلدا تليدا ورب العرش فيك النيل أجرا وفخر النيل أن يجري بأرض مطهرة فيجري الماء طهرا وشعبك يصنع التاريخ قدما أقام حضارة للنيل كبرى أرى أرض الخلود لمصر ترنو أرى أرض الخلود لمصر ترنو بعين زادها الإعجاب سحرا فتلك حضارتان هما نتاج لأفضل ما أتى الإنسان فكرا فبحرين ومصر هما مثال لبلدان سبرنا المجد سبرا فشعبانا هما في الأصل شعب لهم بالإرث صار المجد حكرا ولو نطق الزمان لقال إن ملكنا في السماء المجد بحرا وحب في التواصل والتآخي أقام لنا على الأجيال جسرا وبحرين العروبة ليس تنسى لمصر عطاءها وتقول شكرا فمصر عطاؤها ما ليس يحصى ولا تسأل لما تعطيه أجرا إذا لم توفي مصر جزيل حق إذا لم توفي مصر جليل قدر فما ترك الزمان إليك عذرا كذلك إن بخست أوال حقا كأنك قد جنيت بذاك وزرا ألا أخبرك أمرا ليس سرا عن البحرين فهي تجل مصرا وبحرين مليكا ثم شعبا كأكثر من أحاط بمصر غبرا فمصر إلى العروبة لهي أم وحب الأم للأبناء جبرا فرفعة شأنها للكل خير وإن ضعفت فذاك يكون شرا أرى البحرين أرى البحرين تهمس في حنان تبث شجونها سرا وجهرا تقول لمصر يا وطن المعالي لقد أشبحتني في الهم أمرا تكالبت الضباع على كلينا وجاءوا من فعال السوء إمرا لأننا قد سلكن الحق دربا فعانينا معا ظلما وغدرا فبحرين ومصر كقلب أم رؤوم زاده النكران صبرا ولكن الذي خلق البرايا هدانا ضد هذا الغدر نصرا ففي بحريننا حمد مليك إذا مسك التراب يصير تبرا فحصن شعبه من كل ضعف وصار أبا لهم وبهم أبرا وصد بعزمه من رام سوءا وإن جاء العدو عليه كر وفي أرض الكنانة وفي أرض الكنانة جاء شهم مثال للمروءة كان حرا فللفتاح عبد قام فيها وحول عسرها بالعزم يسرا فطهر أرضها من كل رجز ولم يترك لإرهابي شبرا فمذبسك الزمامة وصار يبني توارى الغدر من خوف وفرا فيا أرض الكنانة لا تبالي سنحفر فيك للأعداء قبرا وأرض النيل سوف نصون دوما ولن نرضى لها ظلما وهدرا فتلك هي الأخوة في مداها يحق بها لعينك أن تقرا وذاك هو الوفاء لمصر دوما وفاء في القلوب يصير نهرا وشكرا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر